أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة أن تحرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضري والتاريخي لها جاء ذلك في مستهل زيارة مدبولي لمحافظة الفيوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الفيوم أحمد الأنصاري الذي أوضح أن أعمال تطوير مدخل المحافظة نفذتها وزارة الانتاج الحربي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري